أدنت مصر وبأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكنين في بيت لهيا شمال قطاع غزة ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين المدنين وذكرت وزارة الخارجية في بيانها أن مصر تستنكر استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين العزل بقطاع غزة وارتكاب المجازر بحقهم واستهداف المنشآت المدنية بما في ذلك المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس بالقطاع كما تجدد مصر مطالبتها لمجلس الأمن بالاطلاع بمسؤوليات في حفظ السلم والأمن الدوليين محذرة من عواقب تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي